السلام سلام أتمنى أنكم تكونوا بيخاروا على خير وموركم هاني أحوركم طيبة المؤنسة عادت إليكم من جديد في حكاية جديدة وحبرة جديدة بدون مقدمة وبدون نقوط الهضر لا تنسوش أنكم تخطئوا على زر الإعجاب من فضلكم لن تكلفكم حتى يوجدوا كيف تتدير معي فرق كبير دعوني نقولكم بسم الله يالله لنبدأ معكم عثث أخذكم إنسان اللي دوزت طفولة كأي طفولة كنع قلب اللي أناني تزاديت وسط عائلة اللي متوضعة وبسطة الأب جالي موظف دولة والأم جالي ربت بيت تزاديت وسط واحد المطحيط اللي هو مليء بالأعصاب جالي الأب جالي اللي كانت صار مقاسح مع الوالدة جالي أما الأم جالي مسكينة هي واحد إنسان اللي طيبة وخلوقة والصفة اللي كان شهد لها بها أنها صبارة لواحد درجة اللي ممكن لكم أنكم تصوروها أي حاجة تديرها لأم ديالي كتفكرني في قصة صبري أيوم أنا إنسان كتعقل على كل لحظات طفولتها بخيبها وزوينها بحكم أنني ذكية وكان قدر نشد أي حاجة في دماغي وما كان ساحت حاجة كان عقل واحد المرة في الطفولة ديالي لأم والأب ديالي كيف قلت لكم بحكم أن تضربها وكيعيرها وصارم معها واحد مرة كان سنة جداتي وحمتي لحتى هما دوز على الأم ديالي تكاكة والمرار واحد ديالي الأب ديالي غادي تتأخر ومجاش الأم ديالي خلت لي العشاكي في العادة فشجاو مرقاش بدك يسول ماما فين هو كتقول لي را خلتوليك فوق البوطة وأنا عاقلة مزيان على ديالي أنا وجد دو عمتي زل عودة كل عشا في الزبلة عزكم الله لكي وليب ديالي يخل المعصى ذاك الشي اللي كان ديالي كلتا هلك ديال العصى وما قدروا انهم يحبسوه ولا حتى يحاميو عليها من ديال الوقت وانا تنحقد على عائلة الأب ديالي من صغيرهم الكبيرهم مع أنهم ديما كانوا معمرين دارنا وخاعزين عليهم بدوزوا عليها لما تقدروا تصوروه وحرقوا لها حواجها شوفوا لها الذهاب والنقرح تهي انا التفاصيل كلها كنت كنشوفها وانا صغيرة ومعمروا الوقت وانا تنكبر قررت وطلعت الابتدائي ورحنا الوحد دار من سكن الصفيح اللي مكون من زوج ديال البيوت وكوزينة ومرحات لكو ما تتخيلوا كيفاش كنا عايشين في الفيران سرق الزيت لعفن وخاموا ما انسانا قيه بزاف وبحكم انه وبابا خدام في بوست مزيان ما كناش كنعرفو فينتي مشوف الفلس ديالو وما عندناش الحق انا نسهله ما تيقمر ولكن تيكمي القر والحشيش ما عفناش فيمشو فلوسه حيش مادرنا حتاش حاجة كتبدا كتقولي لام ديالو سفتيال فلوس كدري كم مثال اب ديالو والحيط الان فلوسه ماشي فيجيبو مادرنا حتاش حاجة نرجوه ليها حتى من اذهب ونقرى اللي خلاتو ام ماما لها راشفروا لي عائل تبابا كيف كتلكم مهم انا طلعت الابتدائي قرية وكنت متفوقة وطلعت الاعدادي ثم التناوي وكنت نجيب نقاط اللي كانت مزيانة حتى الاولى باكالوريا هنا فين ستبدأ المرحلة اللي اولى محكيتي وكيف قلت لكم اللي انا والابتدائي اللي صاري مهمه ما كانش يخليني انني نخرج من الدار ولا حتى نشم من راحة الزنقة فما كنش كندير شي حاجة ليها خيبة في حياتي كنت كان خاف منه درجة انني كنت تخيله ديما من مورايا او لا قدامي كنت كان خاف حتى من خياله وصلت الاولى ثاناوي وصلت في الدورة الولى مزيان في الدورة الثانية كنت اخذها هي هذيك وصلت واحد النهار واحد النهار اللي لا تنسى سيصلت لي واحد الشمكار اللي بقى كل نهار تابعني التناوية اسيدي الله يهدك باحد مني وصلت واحد النهار وذيك العشية كان عندي امتحان في الانجليزية بقى كان عقل تعرض لي انا باغيك عفاف انا باغيك اسيدي اعطاني تساع انا باغيك انا باغيك انا باغيك انا باغيك ولكم ان تتخيلوا طول قداش كان سيف وقال لي انا باغيك انا باغيك انا باغيك سيدي كان مرفوع ابدأ يضرب في برجله ويجرني حيث تناوية كانت في المكان الذي كان خاوي انا باغيك فأنا باغيك درساني ويطرر ايها ويقفت ايها وقفت علينا انا باغيك وفي هذه السنة ويجرني بسبب ايها جاء البوليس ويغربي ويقفوه 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 ويقولوني مالك ماهيد اهدهني ويقولون انا باغيك ويجرني اعطوا لي سنينها محضر و أعطوا لديك السيد شمكار 6 شهور ديال الحبس و أنا الوقت اللي خربنا من الدائرة لوليد داني الدار باشي باشي واسييني الله الداني باشيس الخناصة حتى هرسلي عيدي وقال لي انتيك اتعرفيه وما يمكنش وبالزاف ديال اتهامات لدرجة انه غادي يديني لعن الطبيبة باشي تتأكد من العضرية ديالي و أنا عندي 17 سنة نجحت في أولا باك بمؤدال متوسط له و 10 و كنت طامعة في كتر و أنا كنت نجدهد و نجيب كتر كان حل معنى ندير الهندسة ولكن ما نجحتش فيها طلعت الباك و أنا مأزمة و كلي عقد نفسية خايفة يطلقها ليا شي حد غادي خايفة كان نلسق في الناس إذا بني شراج المعامرت و كم شكل لسق فيهم حتى كنوصل مدرسة كنت نخاف بزاف من ذلك اللي وقال لي و أخيرا نجحت في الباك بمؤدال متوسط ولكن لا تتخيلوا كيف نوقع لي في ذلك الباك نجحت و الناس كي صغرت اليوم من الوالدين و أنا الوالد يالي كي تتنكي على الصيني تتضرب فيها لربين اللي خلقوا و جمع معايا حتى الوالد يالي علاش أنا نجيب 11 قريب الـ 12 دوز لنا دك الصيف دكاكا قطع لنا الماء و الضوء قطع لنا المكرة و مفرحت شب ناجحة ديالي دوز لنا دك الصيف و دفعت الجامعة باش أنا نقرأ اقتصاد هني قدم دين في قريتي و لم يكن أعطني الفلس مثل البوليكوب ولا حتى المصروف و كنت أعطيه كي يقضي الكارت مثل التوباس كنت كنت أمشي و ضروري نحضر و لم ينشر البوليكوب و أنا ذلك لم يكن لدي التليفون اي وحدة في السين ديالي كان لديها إلا أنا كنت كنت أمشي بكريو و نشد الصف الأول البروف كي يحضر و أنا كنت أقيد الملخصات في رجيستر ديالي ثم ستخلو لها ثانية و جميع الطلبة و وقت ما شفوني تطلبوني عافك بريباري معانا و أنا لم أكن لدي ذلك القضية للمكتابة و نجمع مع أصحابي كنت فقط كنت أمشي للجامعة نقرأ و نرجع في حياة الدار حتى العام الثاني ديالي في رفاك في السوميستر الثالثة الحمد لله أنا نجحت فيها والسوميستر الرابعة في 2016 هنا ستبدأ مرحلة واحدة أخرى من قصصي و من حياتي مع سل مراهقة و بعد وحش الجامعة كان واحد دري ديالي تحضر معي تحضر معي الدروس تل واحدة نهار قال لي عافف دعي لدي البوليكوب ديال كده ممكن نكتب هذه الملخصة و ندير عليهم بشي فوتوكوبي أنا أعلاني شي ماشي مشكل خليتهم عنده ولكن ما كانش عندي كيفش نتواصل معاه دس أيام حتى ال واحدة نهار تلاقيته فلافك و قتلي عافك أخويا جيب لي ذلك الرجيستر ديالي راني محتاجه حليش قربوا امتحانات خاصة نحفظ قال لي أجي عندي للاسة الفلانية أنا سوف نهبط منطر و نجيب لك الرجيستر بحكم أنه لدي شي شغالات أختي عافف و أنا حيث تنعف ذلك البلاسة اللي كانت غير حدلا فاك كانت أنا ذك ستاديا لاشية خرجنا ومشيت أبقيت كنت ناشين الساعة شو يوقف عليا اختي عافف راه الرجيستر ديالك خليتو في دار صاحبي يلا معي مشو نجيبوه أنا بحكم أنني ما عنديش تجارب وخشيمة ومجربش الحروب وكنت نية لدرجة ما يمكنش ما عنديش شي خلفية سلبية في دماغي على الدراري قلت صافي غن مشي معاه يعطي ليه ما فيها حتى شي باس ومشيت ما أحصل دار صاحبه وقص حدا الباب قال لي يتسنيني هنا أنا جاي غديدخل وغديدتعبتل والله يا أخوتي غيجروني واحد جرالي ما يمكنش تخيله كأنني تخطفت مبلاسي تهزيت مبلاسي بخطفة ديالوحوش كأنك جريت شي حاولي باش أنك تدبحوا وانا فهنش سعبت في اللحظة بيت كانت تعافر صوتي يمشي ليه بسبب صدمة اللي تعرضت لها كانت جروا كان حل الفمي ولكن الصوت ما قادرش يخرج ليه لمدة 15 ليوم ما نحرقش ليكم المراحيل اجروني تعدوا علي وفقت الوجود ديالي فقت شرفي سخفت وسط الاعتذاء ديالهم لكم من تتخيلوا أنثى كبرات ووسط معانات ديال البها والقمع وما كتشوفش الزنقة وما كتعرفش الذكور والوجه الحقيقي ديالهم وما عندهاش تليفون وحدودية بين ليلة وضوحها غدي توقع لأكارثة بحال هذه كانت تذكر أنني فقت الوعي ديالي وما أعقلش شنوقع ليه في ذيك الوقت حتى كان القراسي فقت وما قادراش نطق وكان حس بالحريق وما لابساش حواجيه التحسانيين كانت تذكر في هذه اللحظة شنو دازع ليه وما قادراش أنني تستوع بها عمرني أصلا تخيلت راسي أنني نطح في هذا الشيء وتنقول أنه سيأتي واحد النهار سيأتي لأولد الناس أنه يهنيني مبا ومن الأعصاب دياله بحكم أنني إنسانة عاطية العين كان أي واحد يطمع فيها ولكن عمرني ما أعطيت ما جعل شي ذكر لأنه لم يكن عرش ذاك الباب سنحل العيني وقرصي معي واحد يمقابل معي تيكمي وبنص بتسامة على وجوه بتسامة نصر شيطان شفت فيه بغيت خير نهضر وما قديش صوتي مشالية كي يضر معايا يلا نوصل لك لداركم مقدراش نهضر تيصرف قفيا باش ندوي ويقول يا دويا الحمار عزاكم الله يا فلانا يا الفرتلانا كديروا راسكم شفيفات عفيفات وانتو ما ما يقدع عليكم غير اللي خلقكم ايوه انا اللي خسرت لك شرفك اللي كنتي فرحانة به كلام لي كان جارح ورديء وما قداش ندافع على راسي حتني فتنو موبيل وداني الدار حيش كان انا ذاك تمانية ومص ديال الليل المهم تسحو تضخط للدار ومعندي لا تليفون لا والو على الاقل نكسب لبابا المساج ولكن ما عنديش باش نتواصل معهم سيصلني بعيدا على الدار وهو كانت يعرفه حيش واحد من نهار طبيسات الدار والاضراب ووصلني انا وشيبنات ودراري وبابا اللي خرج عنده وقلت له انا ذاكرا هذا الدار هو اللي يوصلنا حيش عنده موبيل وراتي يقرأ معنا ويقرأ في مدرسة خاصة واللفشوش اللي غدي يعقل على دارنا وانا كانت حكاية واحد اخر انا ذاك لانه بابا اهل كنعصة وخش رحت لي الموضوع نرجع للحاضر ديالنا ووصلني ذاك الشاب قريب للدار وبدأت كان صوني وكان دق اهوتي خرج بابا فين كنتي قدش ناظر فين كنتي ما جاوبتوش وراكا نقول لك فلانا فين كنتي دخلت مع بابا الدار غير برقية ديالرجلي وانا موتا نهضرش ونعزدك ليلة لحصة ديال فين كنتي نعز وطحت غيبت اليوم الثاني كنتي عندي الوليدة ديالي مالكي عافا فراكي ما عجبتينيش شنو وقع عليك ووش ندك عن التباهيب بابا مشي الخدمته الصباح كان عند بالو بلي انا وغا تتحسن الحالة ديالي انا ممشيتش الجامعة بحكم انني عمرني ما منك تتحسن عام قبل فين كنتي عافاف شنو وقع عليك البرحة بنتي انا مقدش ناظر جال الوليد ديالي قد قول ليها ماما را ما زال ما اهضرتش معه شنو وقع عليها جاسيد ربي فيا شنو وقع عليك وش سر طلسانك بدك يخفوض فيا انا فقط كنسلم ليه الجاسد ديالي كيد ربحتك يشبع ويمشي في حاله قال مو متى الغدان ديالي عن طبيب وانا قد ساقدمه بحالشي امانه مثل كل ما تشرب مكان تتحرك لاغدليت ديالي الطبيب و تخيلوا معي تينجر عليها في الطاكسي جعلي ودرت لي خطيه دايك للطبيب دابا وانا ما عنديش الفلوس الدنيالي عند اخي صائي نتا عن الف والحنجورة طبيبتي يشوفني تيقول ليها كل شي مزيان وربي خير عليها كيفش سيدة مكتدرش وانت كتشوفها وكتقول ما عندها ولو وانت ماشي اخي الصائي وما كتعرف حتى شي حاجة طب هي بجرة علينا دار الشو هالعالمية الدرجة انه ما خلش لك الطباب لم يمرجعنا الدار وبدت يصنر صحابه واش كتعرفوا شي اخي الصائي مزيان غادي سيفطوا عنده حدا اخر ومشينا عنده في نفس النهار وغايقوا لنا نفس الجملة باللي انا ما عندي والو ولكن شكون غادي يعرف حالتي طلبوا لينا الراديو سكانر ولكن ما عندي والو ولكن قلبي كان ربي اللي يعلم به كان اشوف مهمتي تشوفي وكاتبكي وغير نقول لي رمي عندي والو وغير تهني ولكن ما كنت قادرة عاوتاني لاغدلي غادي يجي قدامي وغادي يحط لي ورقة وستيلو وقال يا فين كنت داك النهار وشنوق عليك بقيت كنفكر شنو غادي نقول ليه كتبت لي فورقة باللي انا نتعرضت للشفراء وبقوا يشفروني وملقوا عندي والو وضربوني وانا دا براني مصدومة تخيلوا بشي الدين الطبيب نفساني ما كينش هادشي مدانيش ميكس على قريتي وما بقيش بغا نمشي باش نحضر الامدياني يلي كنت كتواسيني كتقرع لي القرآن ووقفات معايا ووقفة ديال الامهات في المحان ديالهم شوية بشوية بديت كنولي مزيانة اللي لقبل ما نصبح ناظر غادي نحلم واحد الحلمة اللي نط منها كل عرقانا وكان غوت حلمت باللي انا وقع فيضان في دارنا وانا اللي كنت الناجية الواحيدة وكان سمعت واحد الصوت اللي كان عظيم تقول لي يا انا معاك حتى كان نظم الحلمة وانا تنغوت يعني صوته رجع لي من بعد ذلك الحلم تمشيت مع الحالة ديالي وكان فكر في شرافي اللي ضاع وفي اي حاجة داستعليها وتنقول شكون غادي يقبل عليها بذلك الحالة ما كنتشي احد اللي غادي يقبل بيا لاز ايام وايام مشيت الجامعة حتى كنت سمع من الصديقات ديالي اللي معارفين نوالو بلي انا وذك السيد اللي تعدى عليها رد تعرض الحادث سير اللي اداء انه تقطع ليه واحد الرجل ولكن ربي ما كيد لمحتاج احد حسبي الله ونعم الوكيل قلتها مرارا وسكران وقلبي محاروق كنت كان دعيف نفسي كنت نصلي وكان بكيب يمكن لكم انا كنتشوفه فرحتي كيفاش كانت وقلت الحمد لله ربي نصفني وما فوتهاش طريفة ومعايا اما الحادثة ديالي مقدرت نقولها لتاشي حد المهم داز ايام وسمحت في قرايتي وما اخذيتش اجازة ديالي يالله شديت الدك ولكن ما قدرت نكمل بحكم الصدمة التي تعرضت لها في حياتي سوف نعمل في بريكولات بثمانية درهم للشهر ونعمل صاجات وما خليت فين نمشيت غير في مدينتي باش نشري لراسي التليفون اللي يكون عادي المهم يكون فيه مواقع التواصل من حادثة 2016 حتى الاواخر 2019 سنتعرف على واحد الشاب خلوق وصادق ومن احن انسان شفته في حياتي تعرفت عليه ودخلنا في علاقة جدية كان اول تعرف في حياتي هو هذا سنتعرف شهرين الى التعارف واعترفت لي بالحقيقة لا تقبلها في الاول وفي الاخير تقبلني كشخص وقالي انتي اعفاف انسانة محبة وضريفة وخالقة والمشكلة اللي يقع عليك انا قابل بك به غير اعطي معي الطريق وربي سيكمل علينا بالخير بجوج الوقت اللي تيبغي يخطبني لم يكن سهل لنا مولانا واذا عندي عكوسات او حاجة وما عرفنا شنو كان تل واحد الليلة كان صلي وتقول لي يا ربي اذا هذا الشاب ما فيهش الخير ليا باعدو عليها واذا فيه الخير يستر لنا قدرت استخارها وطلب تربيه اذا يحذر لنا شي عكوسات يبي لي شي علامة نصدمكم واحد نهار وقسم لكم بالله سنحلم حلمة تقولوا واقعية حلمت بلي انا وكينا شي حاجة مدفونة تحت واحد المكان عندنا في الدار بحكم انني قلت لكم ساكنين في ديور ذي الصافح وما كانش لياجور وعندنا الحفارة في الدار الحلمة اللي حلمت في واحد الحفارة عندنا تل الصباح في الصباح فاشفقت مشيت لديك البلاصة وغادي للقاء واحد الحاجة اللي ممكن لكم انكم تتخيلوها لقيت ووسط واحد الميكاش عري وشوية من الملابس داخلية ودم الحيدي اعزاكم الله وكل شي كان يابس ومكتوب فوق منه مرض السحر عدم عمل عدم نجاح وما كان غير عدم عدم وانا عارفة مزيانش كانت الجدادية بمشاركة العمامات اللي مكانوش يحملوني ودمام عمرين عندنا الدار بحكم انني الحفيدة اللولة في العائلة وعطي العين شديد ذاك شور وريت المهم توقيت لي غادي نبطلوه فباش ما نتأدوش غادي ندوروا المادية لروقيا ونقراوه ونرميو عليه ندوروا اي حاجة غير باش نبطلوه غادي عجبوات الشرك ذاك شي اللي كاين وقيت غدا معدك السيد اعوام حتى الالفين وثلاثة وعشرين غادي سهل الله وغادي يجي يخطبني من دارنا معمومني كدرت معاه شي علاقة ولا قرب مني ولا طلب مني شي حاجة ولدي الناس وصادق معي وبغيني انا كشخص بغاني ورغم انني سكنة في ديور الصفيح وما شافش الفوارق بحكم ان اوش حال من واحد تيبغي يخطبني فاشتي شوفني فين سكنة تيمشي في حاله داستالي يحتاج أخطبني ذاك العام دارهم كانوا نعم الناس وكبروا بيه كملنا عام اليوم على خطوبة دينا والحد الان ما تجمعناش مشي حيتاش ما بغاش ولكن لي انه مشى على بره وما زال ما استقرش وما لقاش خدمه وما قادش الوريقات ديوله واش من عند الله ولون عند العبد احنا اليوم غير مخطوبين وما كي لا عقد لا والو الاب ديالي منع ليه انني اندوي معاه من غير بالتخبية في الفيسبوك ما رقيتش مازال خدمه علما انني كنت خدامه من قبل وكانت خلصت 3000 درهم ولكن ما كملاتش وخلصتي ما كانش كا تكفيني وما عفتهاش فين كا تمشي حيش كان عاون دارنا وخبه بخدام من حكيتي اليوم اللي شاركتكم مع السر ديالي اذا ربي بتهلك غادي عودت عام مقاري فقد شارفي بطريقة وحشية ولكن ربي عودني بانسان تقبلني كيفما انا انا ما بغيت حتى شي حاجة من غير انكم ادعووا معايا انه يجمع شمال ديالنا وانعقدو اربي يسترلينا ويسترليا في شي خدمة في انتظاره هو انا بغيت لغير نعاون راسي وما يمتي لقاسة على قبلي ودوزة المرار ليومنا هذا اللي بقى ما زال كتاكل في العصان صحيح ما اذكرش لكم خوتي فهذه الحكاية لانهم بعد علاقتي كانت من علاقتي السفتومنا هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكاية عفافية سادة يا كرام للأسف 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 لو كان الاب مكانش صارم ومكانش بهاد القاسة ومكانش ضرب اللغة ديال الدرب كان غادي تمشي هذه الحكاية في منحة وحدة اخر ربما غير القوحل لكن فشكي تدخل مولانا كتكون احسن حاجة ربي نصفها ورغم انه الشرف دياله ما يمكنش لها يرجع كانت حادثة ربي ما غاديش يخليها ربي بعوضها كل ما هو خير كانت من الله تعالى انه والمتابعي الكرام يخليوا الاكتاء عليه قد يلهم يدعيوا معاك انه ربي سهل عليك انت والخطيب ديالك ان شاء الله ستتجمعه في الحلال في العاجل القريب هذه كانت حكايتنا الليلة كانت مننا تكون نالتهي لبكم دومتم في رعاية الله وحفظي سلام سلام